السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نقوم بعملية النشر من خلال هذه الكتابات الحرفية كما ترون ثلاثة هو العامل المشترك وكذلك اكس اتناني اكس هذه كلها عوامل مشترك هذا الفراغ بين ثلاثة والقوس يعني عملية ضرب هنا كأن عندي رمز فيه يعني ولو أن هناك فراغ فهو يعني عملية ضرب دائما نستعمل العامل مشترك نضربه في الحد الأول إذن ثلاثة في اتناني اكس تعطينا ستة اكس يعني ثلاثة ضربناها في اتناني اكس سوف اكتب بشكل مبسط زائد هذا الرمز زائد هو هذا المكتوب هنا هذا ثلاثة مضروبة في واحد الحد الثاني ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة ضرب اتنان ستة ستة مضروبة في اكس يعني ستة اكس رمز زائد ثلاثة في واحد ثلاثة نمر للثانية هنا العامل المشترك هو اكس نضرب اكس في اكس ثم نضرب اكس في ناقص خمسة دائما نحافظ على هذا الرمز اذا اكس في اكس تعطينا اكس مربع و اكس في ناقص خمسة نكتبه ناقص هنا اكس في خمسة بنفس الطريقة اكس في اكس يعني اكس اس اتنان او نقول اكس مربع اكس او كاغي ناقص اكس في خمسة من الافضل ان نكتوبة خمسة هي الاولى خمسة اكس معناها ان خمسة مضروبة في اكس الآن نمر للكتابة الثالثة العامل المشترك هو اتنان اكس نضربه في اكس ثم نضربه في اربع اذا اتنان اكس في اكس هذا هو الحد الاول زائد اتنان اكس في اربع هذا معناه اتنان اكس مضروبة في اكس يعني اكس مربع هذا الرمز زائد اعيد كتابته هنا اتنان مضروبة في اربعة ثمانية واكتب اكس ثمانية في اكس الكتابة الاخيرة سوف نضرب اربعة اكس في المرة الاولى في اتنان اكس ثم في المرة الثانية في ناقص ثلاثة يعني يساوي اربعة اكس مضروبة في اتنان اكس ثم اربعة اكس لكن ضروري من كتابة رمز ناقص مضروبة في ثلاثة الآن سوف نستعمل زائد خمسة نضربها في اتنان اكس زائد خمسة في اتنان اكس ثم خمسة في ناقص ثلاثة ناقص خمسة في ثلاثة الكل يساوي اربعة اكس في اتنان اكس نضرب اربعة في اتنان تعطينا تمانية و اكس في اكس تعطينا اكس مربع ناقص اربعة في ثلاثة اتنى عشر اكس زائد خمسة في اتنان عشرة عشرة اكس ناقص خمسة في ثلاثة خمسة عشر ليس لدينا الحف اكس سوف نبسط هذه الكتابة تمانية اكس مربع بالنسبة للحدود التي فيها اكس لديها حدين اذا سوف اجمع ناقص اتنى عشرة اكس زائد عشرة اكس عددين مختلفين اشارة مجموع عددين مختلفين اشارة نضع اشارة اتنى عشرة لان اتنى عشر اكبر من عشرة اذا اشارة اتنى عشر سوف تكتب ثم اخذ اتنى عشر واطرح منها عشرة اتنى عشر نقص عشرة اتنان اتنان ماذا اتنان اكس اذا ناقص اتنان اكس بمجموع هذين العددين هكذا ناقص خمسة عشر والان اعزائي انهينا انجاز هذا التمرين كان فرصة لفهم النشر بكتابات مختلفة اشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجعكم مستمر اضغطوا زر الاعجاب من فضلكم كي تنتشر هذه الفيديوهات على النطاق الاوسع اذا كنتم لاول مرة تتعرفون على القناة اضغطوا زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد اترككم في رعاية الله والى اللقاء